يخلق اجتماع سلطتين من تناول ملفات البارزة على ساحة سياسية حيث أعلن وزير النفط هان حسين سعداد الحكومة لمواجهة الاستجوابات كونها حق مشروع لأعضاء مجلس الأمة كما تعهد وزير النفط بمتابعة الإجراءات التي اتخذت حيال تجاوزات في القطاع النفطي نحن من باب التعاون والشفافية قررت أن نعين لجنة مستقلة تنظر في هذا الأمر وترى أن هالإجراءات التي تمت كلها تمت على أسس صحيحة وتنظر في أي تظلمات إذا ثبت لهم أن في أي موظف أو موظفة مظلمين سيأخذون حقهم إذا كان في إجراءات غير سليمة نصححها بس نحن لا نستعجل الأمور هم بدأوا في عملهم وعينوا مقرر وبدأوا في وضع عالية للعمل نحن نتقبل بروح رياضية أي نقط يوجه لنا الأسئلة النيابية والاستجوابات حق مشروع للنواب نحن نحاول أن نعمل بما هو في مصلحة البلد وما هو مصلحة أهل الكويت وأن يؤدي واجبنا على ما يملح علينا ربنا وضميرنا ما يحدث بعد ذلك هذا شيء يعني إحنا مستعدين لتقبله ترجمة نانسي قنقر